قبل ما اتكلم عن مباراة الاهلي وسان جورج واستعدادات الفريقين خلوني اقولكم مبارح لما وقف تشكر جمهور النادي الاهلي الحقيقة ناس كتيرة جدا كلمتني وبتقول لي يعني كواس ان انت فاكر انا لا استطيع مشان الوحدي كل الناس لا تستطيع او تنكر جهد جمهور الاهلي في كل شيء بالعكس يمكن احنا اللي بنتلع مع حضراتكم فبنحاول نقول لحضراتكم قد ايه انتوا دايما في دماغنا قد ايه دايما انتوا في قلبنا جمهور الاهلي في النهاية هو افضل وجهة نظري هو افضل جمهور في العالم وجهة نظري انا حر اقول في العالم اقول اللي انا عايزه كل واحد يقول له هو عايزه لما بسافر امريكا بلاقي ناس بتوقفني مصريين بيوقفوني في الشارع يقولوا احنا اهلوية وورا النادي الاهلي في كل مكان والله العظيم تلاتة هذا حصل لما الواحد بيسافر في اي حتة أنا بسافر دلوقتي ما كنتش بلعب دلوقتي لما الواحد بيسافر هنا ولا هنا بيتقلوا هذا الكلام إحنا أهلوية وبنفضل وحنفضل دايما في ظهر النادي الأهلي فأنا اللي حصل مبارح يعني الموضوع واخد شايفه ناس كتيرة جدا عملاله شير وبتتكلم عن هذا الأمر مبارح ولكن هذه هي الحقيقة كلنا يجب أن نقف احتراما لهذا الجمهور الكبير وهذا الجمهور الرائع والواعي والمساند والداعم وكل شيء حلو الحقيقة بيبقى من خلال هذا الجمهور لو حد شافني في الشارع وسلم علي مين السبب ومين اللي وصل الناس النهاية تعمل كده حضرتكم جمهور النادي الأهلي فبالتالي جمهور النادي الأهلي على طول عامل ملحمة وعمل ملحمة كبيرة جدا مبارح بعد طرح جزء من تذاكر كأس العالم للأندية مش كفاية فعلا بصراحة يعني لما لوحد يقف احتراما وتبجيلا لهذا الجمهور مش كفاية لما تشوف الأرقام حتتخض من شعبية النادي الأهلي وعظمة النادي الأهلي والحرص الدائم على شراء التذاكر لمساندة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية النهاردة تصريحات رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ونقلتها وكالة الأنباء الألمانية بيقول فيها أن الإقبال غير مسبوق على تذاكر كأس العالم للأندية 2023 اللي ستصطدفها السعودية يؤكد أيضا أنها نسخة استثمائية من البطولة وبيؤكد أنها ستحظى بحضور جماهيري قياسي وجهة نظري أن اللي بيحصل ده كله السبب الرئيسي فيه هو جمهور الأهلي حضراتكم السبب الرئيسي في هذا الموضوع اللي يبهرك في الكلام اللي بيتقال والموضوع ده أن الدفع الأولى من التذاكر واللي بلغت حوالي 44457 تذكرة وصل متوسط الانتظار على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أكتر من مليون ونص الناس أمبارح قالوا أن الإسلام بيقول أن فيه مليون ونص أهلاوي مستنيين طبعا أنا عارف أنهما من بعض من لا يشجع النادي الأهلي والكلام ده كله لا طبعا من العالم كله ومن كل محبي كل الفرق اللي في العالم ولكن أنا بتكلم على أن جمهور النادي الأهلي اللي متواجد في هذه المباراة أو اللي متواجد على اللينك الحجز كان بيستنى دوره فدوره ممكن يكون بعد 100 ألف 200 ألف 300 ألف مليون مليون ونص محدش عارف يعني ولكن أنا عارف أن دايما أنا بكلمك على عدد من التذاكر محدود لجمهور النادي الأهلي من خلال عدد المدرجات الموجودة والعدد اللي داخل علشان يقطع أو يحجز هذه التذاكر عموما عايزة أطمن جمهور النادي الأهلي أن الطرح الأول ده كان جزء فقط من التذاكر إن شاء الله حسب مصادرنا في الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الفترة المقبلة المقبلة حيكون في طرح مرة تانية ومرة تالتة للتذاكر يعني الانتظر ومقدرش يحصل على تذكرة للمباراة في المباراة الأهلي مع الفائز من أوكليند سيتي نيوزلندي والتحاج جد السعودي قدامه لسه إن شاء الله فرصتين قبل البطولة وأكيد طبعا زي ما وفينا حضراتكم المعاد مبارا حقولنا لحضراتكم المعاد النهاردة أو في الأيام القادمة حنوفيكم بمواعيد الطرح التاني والتالت للتذاكر عبر قناتكم قناة النادي الأهلي ومنصات النادي الأهلي الرسمية خدوا بالحضراتكم معلش أنا لازم أقولك كلمتين دول لأنه النادي الأهلي يعني اتكلم مع الاتحاد الدولي واتكلم مع الاتحاد الأفريقي من خلال الاتحاد المصري وطلب عدد التذاكر ولكن في النهاية يعني ده زي ما انتو شايفين مليون ونص منتظر لتذاكر مباريات مليون ونص ويت انجليست لتذاكر المباريات وبالتالي ان شاء الله ان شاء الله اللي لم يحالفه الحظ خلال هذه الفترة في المرحلة التانية او التالتة ان شاء الله يكون له الحظ في هذا الأمر